بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الكلاس إن شاء الله راح نستعرض مجموعة من أسئلة الأسئلة الخاصة بسكشن 1.1 في السؤال الأول بيقول لي إعطاء الإنتارفل هنا على أساس أنه عندي لن الأكس والأكس داخل لن المفروض أنه يكون قيمة موجبة من صفر إلى إنفينيتي وبالتالي عندي هنا الدفرانشال إكواجن اللفت هاند سايد عبارة عن هذه الحدود والرايت هاند سايد عبارة عن صفر إذن زي ما أنت شايف بلزمني أنه أنا أحصل الفرست ديريفاتيب والساكن ديريفاتيب للدالة y وبالتالي راح نبدأ بالاشتقاق بدك تنتبه أنه هنا عندك دالة مضروبة في دالة أخرى وهنا عندك دالة مضروبة في دالة أخرى وبالتالي لازم ننتبه لموضوع الديفرانشييشن يبقى نبدأ بالy برايم راح يساو مشتقة الأول في الثاني a كوزاين لن الأكس زائد مشتقة الثاني في الأول طبعا مشتقة الكوزاين هي مينس ساين لن الأكس مضروف في مشتقة اللن اللي هي واحد على أكس ولا تنسى تضرب في الأول اللي هو ax طبعا مباشرة راح نختصر الأكس مع الأكس كده أنجزنا اشتقاق هذا الجزء نيجي للجزء الثاني زائد مشتقة الأول بي في الثاني زائد مشتقة الثاني في الأول يبقى زائد مشتقة اللي هو الساين كوزاين لن الأكس مضروف في واحد على أكس اللي هو مشتقة لن مضروف في اللي هو البي أكس راح يروح الأكس مع الأكس وبالتالي خلينا نشوف إيش اللي حصلنا حصلنا a كوزاين لن الأكس ناقص a ساين لن الأكس زائد b ساين لن الأكس زائد b كوزاين لن الأكس وبالتالي عندك كوزاين لن الأكس ممكن اللي هو متكرر عندك هنا وهنا وساين لن الأكس متكرر هنا وهنا وبالتالي ممكن تاخده عام المشترك قبل ما انت تبدأ عملية اللي هو المشتقة الثانية عندك كوزاين لن الأكس طبعا مضروف في A زائد ال B كرقم طبعا زائد اللي هو ساين لن الأكس مضروف في ماينس A زائد B ماينس A زائد ال B نيجي الآن للمشتقة الثانية Y دبل برايم راح تساوي طبعا هذا اتعامل معا كعدد وبالتالي مشتقة هذا الحد هو عبارة عن A زائد B كعدد مضروف في مشتقة كوزاين لن الأكس اللي هي ماينس ساين لن الأكس مضروف في اللي هو الواحد على X بعد كده زائد بنفس الطريقة ماينس A زائد ال B مضروف في مشتقة ساين لن الأكس هي كوزاين لن الأكس مضروف في واحد على X وبالتالي كده منكون حصلنا المشتقة الثانية وكذلك المشتقة الأولى وعندنا كذلك ال A اللي هي الواي بحيث أنه نعوض فيها في الديفرانشل طيب يبقى نبدأ بي اللي هو الليفت هاند سايد رح يساوي X تربيع في Y دابل برايم اضرب هذا الكلام في X تربيع رح يعطيك اللي هو A زائد ال B مضروف في X تربيع على X رح يعطيك X يبقى منس X ساين لن الأكس وهذا كذلك اضربه في X تربيع رح يعطيك منس A زائد ال B في اللي هو X كوزاين لن الأكس طيب نيجي الآن منس X في Y برايم هذه ال Y برايم اضرب في مينس X ممكن تكتب بنفس الطريقة هذه يبقى عندك A زائد ال B هذا لما تضربه في مينس ال X رح يعطيك مينس X كوزاين لن الأكس و هنا كذلك رح نضرب في مينس X وبالتالي رح نكتب زائد مينس A زائد ال B في اللي هو مينس X ساين لن الأكس بيتبقى عندي زائد اثنين Y زائد اثنين في هذا الكلام وبالتالي زائد اثنين A X كوزاين لن الأكس زائد اثنين B X ساين لن الأكس نبغى نشوف هذا الكلام ايش رح يعطينا طيب انتبه الآن انا عندي هنا A في مينس X ساين لن الأكس و عندي هنا A في مينس X كوزاين لن الأكس و عندي هنا اثنين A X كوزاين لن اللي هو الأكس وبالتالي عندي رح أختصر اللي هو الساينز أو ممكن ناخد كومون فاكتور الأسهل من كده خلينا ناخد كومون فاكتور ما بدنا نستعجل في عملية اللي هو الكنسيليشن يبقى خليني أاخد X ساين لن الأكس بداية عامل مشترك وبالتالي رح يكون لدي هنا سالب في A تمام و عندي سالب في B طيب هنا كذلك عندي ساين بنفس الطريقة اضرب هذا رح يكون عندك A ماينس B و عندك اللي هو الساين هنا اللي هو اثنين B فرح تجد عندك هنا سالب A موجب A سالب B سالب B مع موجب اثنين B كل هذا يصبح يصبح زيرو بعد كده زايد بنفس الطريقة X كوزاين لن الأكس رح نفتح قوس و نكتب الخاص بالكوزاين مينس A زايد B مينس A زايد ال B بعد كده عندي هنا مينس A مينس B مينس A مينس B و عندي هنا اللي هو بلس 2A رح تلاقي كذلك عندك هنا ال B مع المينس B مينس A مينس A بلس 2A وبالتالي الناتج رح يعطيني الصفر اللي هو ال right hand side وبالتالي طالما left hand side يساوي right hand side إذن Y يساوي A X كوزاين لن X زايد B X ساين لن X هو عبارة عن solution لا differential equation إذن Y is a solution of the given differential equation نشوف الآن السؤال التالي في هذه المسألة كذلك verification verify by substitution that Y بساو 1 على X كوزاين X is a solution for this differential equation وبالتالي عندي هنا ضرب دالتين يبقى رح نحصل Y prime of X مشتقة الأول في الثاني مشتقة 1 على X هي سالب 1 على X تربية في الثاني زائد مشتقة الثاني في الأول يبقى سالب 1 على X sine X كده إحنا حصلنا Y prime نشوف الآن Y double prime of X مشتقة سالب 1 على X تربية هي 2 على X تكعيب مشتقة الأول في الثاني زائد مشتقة الثاني في الأول رح يعطيك سالب 1 على X تربية في مشتقة اللي هو الكوزاين minus sine X رح يجي هنا plus بعد كده عندي هنا مشتقة الأول في الثاني رح يكون لدينا موجب 1 على X تربية sine X وسالب 1 على X cosine X كده كده منكون حصلنا اللي هو second derivative عندي هدول الاثنين ممكن أكتب بدالهم 2 على X تربية sine X يبقى Y W' prime of X رح يتساوي 2 على X تكعيب cosine X زائد 2 على X تربية sine X ناقص 1 على X cosine X نيجي الآن لعملية التعويض في differential equation left hand side رح يساوي X في Y W' أضرب هذا الكلام في X رح يعطيك 2 على X تربية cosine X زائد 2 على X sine X ناقص cosine X طيب زائد 2 في Y' أضرب هذا الكلام اللي هو عندي هنا في 2 ناقص 2 على X تربيع cosine X ناقص 2 على X sine X زائد X في Y أضرب هذا في X رح يعطيك cosine X طيب الآن هذه بالموجب وهنا بالسالب هذه بالموجب وهنا بالسالب هذه بالسالب وهنا بالموجب الناتر الصفر يساوي اللي هو الرايت هان سايد إذن Y is a solution for the given differential equation نشوف الآن المسألة التانية solve the initial value problem في هذه الحالة لازم نعرف أنه أعطاني المشتقة الثانية وأعطاني أعطاني الفرس derivative عند الصفر إيش بتساوي أعطاني الدال عند الصفر إيش بتساوي وبالتالي رح أكتب بداية D تربيع X على D T تربيع يساوي ونقول السالب واحد على الطرف الثاني ورح نكامل مرتين وفي كل مرة رح استخدم initial condition رح أكامل المشتقة الثانية للحصول على المشتقة الأولى تكامل الواحد بالنسبة للT اللي هو الاندبندن فاريبل رح يساوي T ورح أضيف constant الآن DX over DT هو عبارة عن X dot فX dot عند الصفر لما T بتساوي صفر قيمة الderivative اللي هي X dot رح تساوي 2 فالإيجاد C1 رح استبدل X dot ب2 والT ب0 إذن قيمة C1 رح يساوي 2 وبالتالي هذه الدفرنشل equation أصبحت DX over DT رح يساوي T زائد قيمة C1 بتساوي 2 الآن رح نكامل للحصول على X تكامل DX over DT بالنسبة للT رح يعطيني اللي هو X رح يساوي تكامل T half T تربيع تكامل 2 2 T ورح نضيف constant طيب الآن لإيجاد هذا constant رح نيجي للإنيشل condition الثاني عوض بدل T ب0 وبدل X ب6 وبالتالي 6 رح تساوي هنا 0 وهنا 0 وهنا C2 يبقى 0 زائد 0 زائد C2 إذن قيمة C2 بتساوي 6 وبالتالي X اللي هو الحل ل الانيشل بروبلم رح يكون half T تربيع زائد 2 T زائد قيمة C2 اللي هي بتساوي 6 كده أنا بكون أوجد الحل له هذه الانيشل بروبلم طيب نشوف الآن المسألة التالية في هذا السؤال بيقول لي find the constant K اللي موجود هنا بحيث أنه هذا Y is a solution for the differential equation معنى solution إذن إذا أنا اشتقيت مرتين وعوضت هنا وكتبت ال Y هنا رح يكون عندي الطرفين متساويين هذا معنى solution يبقى بلزمني إيجاد second derivative Y' رح يساوي عندي هنا ضرب دالتين مشتقة الأول 2X في الثاني اللي هو EOS K X زائد مشتقة الإكسبونيشل هي نفسها مضروفة في مشتقة اللي فوق K مضروف في X تربية كده كده أوجدنا المشتقة الأولى نيجي الآن لل second derivative هذه دالة وهذه دالة وهنا هذه دالة وهذه دالة مشتقة الأول في الثاني 2E K X زائد مشتقة الثاني في الأول رح يعطيك 2K X E K X زائد مشتقة الأول في الثاني K تربية X تربية E K X زائد مشتقة الثاني في الأول رح يعطيك 2K X E K X وبالتالي هذا هو الناتج من الثاني ديريفاتي الآن رح نعوض في اللي هو differential equation رح نكتب هذا كله على اليسار هنا عندك 2K X E وهنا 2K X E وبالتالي رح نكتب الآن ممكن نبدأ من أعلى أسلة X اللي هو K X X X E K X زائد اللي هو 4K X E K X زائد 2 E K X رح يساوي الآن عندك 4K ناقص 8X زائد 2X تربيع مضروف في Y X تربيع EKX الآن طالما EKX دائما موجبة وبالتالي أنا ممكن أقسم عليها يبقى كل هذا رح يروح فأصبح لدينا طرفين انتبه K تربيع X تربيع زائد 4K X زائد 2 رح يساوي اضرب X تربيع داخل 4X تربيع ناقص 8X زائد 2 هنا 2 بالموجب هنا 2 بالموجب وبعد كده اللي هو عندك K تربيع X تربيع يساوي 4X تربيع وعندك 4KX يساوي سالب 8X فمعامل X تربيع على اليسار يساوي معامل X تربيع على اليمين ومعامل X على اليسار يساوي معامل X على اليمين كده منحل هذه المعادلة وبالتالي K تربيع يساوي أربعة إذن K بتساوي موجب أو سالب اثنين وعندنا أربعة K يساوي سالب ثمانية إذن K بتساوي سالب اثنين طيب مين راح أخذ هذا ولا هذا أكيد راح ناخذ الأقل بناتهم التقاطع بناتهم وبالتالي قيمة K راح تساوي سالب اثنين هي اللي راح تجعل لي من هذا ال-Y solution to differential equation نشوف الآن المسألة التالية بيقول لي verify that the function is a solution of the second order differential equation وبالتالي عندي هنا طرف يسار وعندي طرف يمين يبقى بلزمني المشتقة الثانية وأكيد بلزمني المشتقة الأولى نبدأ بعملية الاشتقاق Y' راح تساوي هنا C1X أس أربعة مشتقتها أربعة C1X تكعيب وهنا ناقص اثنين C2X والسالب ثلاثة طيب المشتقة الثانية 12 C1X تربيع زائد 6 C2X والسالب أربعة كده حصلنا على المشتقة الأولى والثانية نيجي الآن للتعويض بالدفرنشل الإكواجين اللفت هاند سايد راح يساوي أضرب المشتقة الثانية في X تربيع راح يكون لدينا 12 C1X أس أربعة زائد 6 C2X والسالب أثنين طيب ناقص X في Y' أضرب هذا الكلام في minus X راح يعطيك minus 4 C1X أس أربعة ورح تصبح هذه plus 2 C2X أس اللي هو سالب أثنين ناقص ثمانية Y أضرب هذا الكلام في minus 8 راح يعطيك minus 8 C1X أس أربعة و minus 8 C2X والسالب أثنين طيب الآن انتبه عندك 12 C1X أس أربعة طيب سالب أربعة C1X أس أربعة راح يعطيك ثمانية C1X أس أربعة وهنا ناقص ثمانية C1X أس أربعة كل هدول بيكنسل وبعض وعندك 6 C2X السالب أثنين زائد أثنين راح يعطيك ثمانية ناقص ثمانية راح يعطيك صفر إذن الناتج بساوي 0 اللي هو عبارة عن الright hand side الخاص بالدفرنشل إكواجن وبالتالي إذن راح يكون لدي بساوي بساوي واحد أوجد الحل طيب هذا الشكل من الدفرنشل من السهل أنه أوجد حل عن طريق السكسسيف من سمي انتجريشن بمعنى أنا لدي YW' يساوي خلينا أكتب هذا كده X زائد واحد والسالب الثنين الآن راح نكامل الطرفين بالنسبة للX تكامل YW' هو Y' يساوي الآن عندي هنا دالة مشتقتها بتساوي واحد إذن طالما المشتقة موجودة في الخارج اللي هي واحد أنا ممكن أكتبها في أي مكان واحد ضرب هذا المقدار إذن تكامل YW' السالب الثنين هي عبارة عن YW' السالب واحد على سالب واحد بمعنى سالب U X زائد واحد أس سالب واحد كده بكون أنا أوجدت اللي هو الانتغريشن أكيد رح نضيف constant Y' يساوي هذا المقدار بروح الآن للcondition الخاص بالY' رح استبدل الX بصفر والY' بواحد يبقى واحد رح يساوي سالب الX بصفر يبقى كل هذا رح يعطيني واحد زائد C1 إذن قيمة C1 بتساوي اثنين وبالتالي أصبح لدينا Y' رح يساوي سالب X زائد واحد والسالب واحد زائد اللي هو C1 اللي هو بتساوي اثنين خلينا أكتب لك يا كده Y' يساوي سالب واحد على X زائد واحد زائد اثنين الآن رح رح نعوض رح نعوض في هذا الكنديشن للوصول لقيمة C2 عوض بدل X بصفر وبدل Y بثنين عندي هنا 2 يساوي سالب لن الواحد بيساوي صفر وبالتالي رح يكون عندي لن الواحد اللي هو زير زائد اللي هو 2 في صفر اللي هو صفر زائد C2 يبقى قيمة C2 بتساوي 2 إذن رح نرجع هنا ونكتب Y رح تساوي minus لن X زائد 1 زائد 2X زائد قيمة C2 اللي هي بتساوي 2 كده أنا بكون حصلت solution للإنيش الواليو problem طيب خلينا نشوف السؤال التالي في هذه المسألة بيقول لي express the following statement as a first order differential equation طيب بيقول لي هنا rate of change of population أول شيء الpopulation in a town رح يسمي P capital وهو يعتمد على الزمن طالما قال لي rate of change معناته مشتقة P بالنسبة للزمن شايف كل هذه الجملة معناتها DP over DT is proportional to كلمة proportional to معناتها رح يتساوي K فيما هو قادم فيما هو مشروح هنا the difference of population and its square root طيب difference between الفرق بين population هاي P ناقص square root its square root اللي هو جذر P وبالتالي كده أنا بكون كتبت اللي هو first order differential equation اللي بتعبر لي عن هذه المسألة طبعا زي ما قلنا P هو population وأكيد T هو الزمن خلينا نشوف المسألة التالية هنا بيقول verify that Y بساوي X cosine لن X is a solution for the differential equation وبالتالي طالما في differential equation لدينا second derivative والfirst derivative إذن رح نبدأ عملية الاشتقاء Y برايم رح تساوي واشتقط الأول في الثاني cosine لن X زائد مشتقة الثاني في الأول مشتقة الكوزين minus sine لن X في مشتقة اللن اللي هي واحد على X في الأول اللي هو X وبالتالي رح يروح هذا X مع هذا X يبقى Y برايم رح تساوي cosine لن X ناقص ناقص لن X نيجي الآن لل second derivative Y double prime رح تساوي مشتقة cosine لن X هي minus sine لن X في واحد على X وهنا مشتقة sine لن X هي cosine لن X في واحد على X نيجي الآن للتعويض في left hand side من differential equation X تربيع في Y W prime يبقى left hand side رح يساوي اضرب هذا في X تربيع رح يعطيك minus X sine لن X minus X cosine لن X ناقص X في Y prime اضرب هذا في minus X رح يعطيك minus X cosine لن X زائد X sine لن X زائد 2Y اضرب Y ب2 يبقى زائد 2X cosine لن X الآن عندي هنا minus X sine لن X plus X sine لن X بي cancel وبعض وهنا عندي minus 2X cosine لن X plus 2X cosine لن X إذن رح يعطينا الصفر اللي هو عبارة عن right hand side طالما left hand side بيساوي right hand side إذن Y is a solution for the differential equation نشوف المسألة التالية write a differential equation that is a mathematical model of the situation described by انتبه هنا the time rate of change اللي هو مشتقة بالنسبة للزمن of a population P وبالتالي DP over DT is proportional to proportional معناته هذا الكلام رح يساوي K ضرب ما بعد the square root of P square root of P كده من كون كتب differential equation بتعبر عن هذه situation خلينا نشوف الآن السؤال الأخير اللي موجود عنا في هذه المجموعة بيقول verify that هذه y particular is a solution of the differential equation عندي y double prime وبالتالي بلزمني المشتقة الثاني هذه y رح نشتقها لا تنسى انه هذا ضرب دلتين انتبه من عملية الاشتقاء مشتقة الأول minus sine x في الثاني زايد مشتقة لن الدالة هو واحد على هذه الدالة مضروف في مشتقة الدالة مشتقة secant x هو secant x tan x زايد مشتقة tan x هو secant تربيع x لا تنسى تضرب في الأول اللي هو cosine x انتبه هنا لو أنا تركت الأمور على ما هي عليه وبدأت في الاشتقاق الثاني رح أحصل على تعقيد شديد هنا وبالتالي لو أنت انتبهت عندك هنا secant وهنا secant لو أنت أخذت common factor رح تختصر مع المقام خلينا نشوف إيش اللي رح يكون عندي في عملية الاختصار لن secant x زايد tan x زايد رح ناخد secant x عامل مشترك من البسط tan x زايد secant x على secant x زايد tan x هو x ولا تنسى عندك هنا cos x secant x في cos x بساوي 1 يعني هذا الكلام رح يصبح كله بساوي 1 فهذا اللي موجود عندك هو عبار عن y prime نيجي الآن لل second derivative كذلك عندي ضرب دالتين مشتقة الأول minus cos x في الثاني len secant x زايد tan x زايد مشتقة الثاني في الأول نحن نعرف أنه مشتقة len secant x زايد tan x حصلنا بساوي secant x وبالتالي رح نكتب secant x ضرب الأول هو minus sine x يبقى y double prime رح تساوي minus cos x len secant x زايد tan x زايد أو minus secant x 1 على cosine في sine sine x على cosine x اللي هي tan x ننشي ننشي الآن لعملية التعويض ب اللي هو left hand side الخاص ب differential equation y double prime رح نكتب y double prime minus cosine x len secant x زايد tan x ناقص tan x زايد y اكتب هذه كما هي cosine x len secant x زايد tan x رح تلاقي هذا بالسالب وهذا بالموجب الناتج هو minus tan x اللي هو عبارة عن right hand side طالما left hand side يساوي right hand side إذن y أو هو يسمي y p is a solution for the given differential equation كده منكم وصلنا لنهاية هذا الكلاس أتمنى أن تكون أمور واضحة بالنسبة لكم يعطيكم العافية وبارك الله فيكم على المتابعة